السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم معي في هذا الفيديو جديد لح يكون عبارة يوم من ايام الحجر المنزلي لنا نجوزه في هاد الفترة هاد الصعبة هاد مقبل ما نبدأ الفيديو نحب نترحم على كامل ضحايا وشو هادا اتع هاد الفيروس هادا يعان نطلب لهم الرحمة ونطلبوا شفا والعافية ان شاء الله لكامل اللي يراهم في المستشفيات وان شاء الله ربي كم يقولوا يشفيهم وان شاء الله ربي يحفظنا ويعافينا كامل يا رب ان شاء الله ما يدخل علينا رمضان كريم الا ويكون هاد البلاء يعني تنحى علينا ان شاء الله وما تكونش هناك ضحايا وامراض يعني ولا مرضى واحد اخرين دونك ان شاء الله ما يدخل ربدا هذا الا وان شاء الله تفتح المساجد وتعلى اصوات التراويح باذن الله دائما دونك في هاد الفترة هادي رانا احنا الاماهات في المنازل رانا يعني رانا ديرين حملة كبيرة تعتنظيف وتعتعقيم ومبينها هاد تعقيم الملابس كنت عارفوا الانسان كي يخرج يعاودي واللي لازم هادوك الملابس ينحيهم ويغسلهم دونك كنت عارفوا رانا يعني لغسل ماهوش كامل يحبس مالقغير انا في حاجر منزلي يعني يخرج يخرج واحد من العائلة كما انا الزوجي ديالي هو ليبقى يعني يخرج رجال مقدر باش نعقمهم يعني بزيادة على اني نحط سائل تعغسيل الملابس يعني دايما نحط معاها واحد هكذا كتا زوج ملاعق ولا ثلاثة كبار من الخل اي خل يكون عندكم باش نعقموا هاد الملابس المهم ما يكون شا داك الخل تاع اه التتبيل يعني نعمله فليسالات يعني يكون خل عادي ولا يكون خل بالكوحول بعدها مباشرة نروح ندور اه مع شغلي اه على بلكم معدنا الفراش الفراش نهار يكون الحال شباب رانين يعني نخرجوا لشميسة اه وإلا ننفضوا بركوا نعاود ندخلوا ورانا كذلك نعملوا يعني المستحيل باش نعقموا الارضية دينا اه خاصا يعني هكو تعرفوا انه هاد الفيروس يلسق في الاحدية كذلك لذلك نحاولوا انه اي واحد من العائلة يخرج ما يدخلش بهذاك الحداء للدار يخليه توجغ عند عند الباب والارضية توجغ راني نستعمل هكذا لوت جافيل اه باش يعني نقتلوا كامل هادو هادك هادك الوفيروس والبكتيريا اه يعني تياق ما كنتش نسيق يوميا كنت يعني مرة فالاسبوع نسيق مليح ولكن مع هاد الوباء هادا راني يعني كما يقول لك راني نسيقوا باستمرار هكذا باش نتفادوا كامل كامل هاد الوباء هادا يعني اه يعني باش ناخدوا حدرنا مليح 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 فالا كيما روك تشوفوا حتى ليكوان نركز عليهم و اه نشوف مليح الارضية وليتحب كذلك في الاخير تقدر تزيد بعض القاطرات من الخل اه خاصا لي عندهم لادالدوسول احي يعطيك باريق ويزيد كذلك في تعقيم الارضية كوجبة غاداء نقترح عليكم هاد الوجبة اللي سهلة وسهريعة وما فيهاش بزاف الماعن وراي رايحت هنيك من الوقفة تع خصيلتها الماعن ومن الوقفة تع تحضير وجبة الغاداء اللي هي عبارة على هاد الباطاطا بالجلبانه في الوفوغ دونك اذا في التحضير ديالها ناخدوا ديغا كتو مولو بلال يروح الوفوغ نحط فيه شوية جلبانه شوية باطاطا يائما تكون مقطعة هاكذا دوائر يائما انا كانت عندي هاديك الباطاطا الصغيرة غير قشرتها برقب لا ما نقطحها اه حطتها مع الجلبانه هاديك حطت كذلك بعض المكعابات من صدر الدجاج وممكن تعاوضوها بصدر الديك الرومي زيت عليهم بصلة ومفرومة واستمعهم واحد اربع ولا خمسة فوصوص تعتهم لي خليتهم او شميز يعني خليتهم بالورقة بالقشرة ديالهم عفون شللتهم بركم ليه وحطتهم معاهم نحطوا التوابل اللي عدنا الفلفل لكحل شوية تعلق صبر المرحي شوية تعلق كركم وشوية بركتاع الزنجبيل وكذلك ما ننسوش الملح وراح نحط معاهم ايضا شوية تعلق صبر المرحي هادايا ونحط معاهم كذلك مغير فا صغيرة معا مرات على موترد وما ننسوش طبعا الملح اللي رح يكون على حساب الذوق انا دلتها بهات التوابل ستقول لي جيت ما شاء الله وانتو ما طبعا تحبوا تزيدوا ولا تنقصوا كيما تحبوا لي ما عنداش ما عنداش تقديريها غرب الملح وففلك حل وراهي رايحة تجيك ما شاء الله ونزيدوا واحد ربع مغارف ولا خمسة مغارف بتاع الزيت هاد البلاي حبي يكون شوية ميد دم باش يجي بنين ولا ممكن ديل شوية زيت وشوية زبدة تحطي من الفوق هادو كلين وازاتتع الزبدة من الفوق الدوبر حتجي كذلك بزاف بنينة وبعد نخلطوا كامل هاد المكونات معا بعض حتى يتغلفوا كامل بهذيك التتبيه لهذيك نحاول نوزع الجلبانه في كامل البلا والجلج تاني نوزعهم مليح مليح وبعد هنا نزيد كمية من الماء من الاحسن يكون سخون باش تمتم هاد هاد البلادي لكم يدخل في يعني في الطياب باش ما يطول لكمش في الطياب على كل حل هو ما يطولش لانه الباطاطا تعرفوا تمتم الطيب الجلبانه كذلك راهي الطرياء الجلج تاني تمتم مي طيب نحط الماء هاكدا كما راكو تشوفو قتلكم سخون واحد واحد نص كاس ولا كاس غير ربعته على الماء نمسح مليح هادو كل جوانب باش ما يتحرقنناش وما يدونناش يعني ريحة ماشي مليحة فالفلوبلا هادا دينا وندخلوا اللوفوخ طبعا نغطيه ندخلوا اللوفوخ على درجة حرارة ميتين درجة مئاوية حتى تشوفو ذيك الباطاطا ديالكم طابت وهذا الجج يعني كل شي يكون طاب ويتجمر هاكدا بهات الطريقة في حالة ما اذا كان يطيبوا وشتوا البطاطا ديالكم مدخلها شطياب والجلبانة كذلك ممكن تزيدوا شوية على الماء حتى كامل يطيبوا في الاخير هاوليك هنا الصينية تع البطاطا ديالنا راني خرجتها من الفرن جيم ما شاء الله والعشية بعد وجبة الغداء هنا راني نحضر في مبشور الليمون كما راكو تشوفوه راني نسكر في القارس سرح نحضر انا والزوج ديالي مركز عاصير تعليمون ومركز تعاصير البورتوقال لانه كان جاب لي كمية من القارس يعني صراحة في الولع جزت عليه ولكن من فوائد الحجر الصحي المنزلي هذا خلا بزاف رجال يدخلوا للمطبخ والزوج ديالي واحد منهم لانه كان خاطئ كامل كوزينة ما يفرقش بين السكر والملح ولكن يعني سفدنا على الاقل حاجة احنا لما كثت في البيوت مش فنا يعني بزاف صور مضحكة على الفيسبوك يعني بزاف رجال دخلوا الكوزينة اللي يخصدوا الفراش اللي ينقاوا الجلبانة يعني هذا الحجر المنزلي يخلو بزاف رجال يعني يعاونوا انساهم هنا بما انه هو من عشاق الليمون خليته يعاونني شوية انا كنت نسكرفج في مبشور هذيك تاع البرتوقال نحاولو نسكرفجوه ما ناخدوش هذيك القشرة البيضة ناخدو برك هذيك القشرة الصفرة اللي تكون من الفوق سواء للبرتوقال ولا للليمون بعدها كان يعصر في القارص انا يعني هنا يومين وانا نحضر في هاد في هاد المركز هذا تاع الليمون لاني كانت عندي كمية شوية كبيرة بالنسبة لي مركز تاع الليمون واش نديرون ناخدو مبشور تاع الليمون نحطو له عاصير تاع الليمون ريتلا من عاصير الليمون لكل واحد لتر من عاصير الليمون نحطو كيلو ميناء السكر نخلطوهم هكدا مع بعض ونغطوهم بالفيلم الغدائي ومره على مره نحركوهم حتى يدوب هذيك السكر هنا كنخلطوهم الاحسن نخلوهم في المطبخ بش ياخدو درش حارة الغرفة وهذا الشي اللي يسمح لنا انه السكر هذيك يدوب بسرعة عكسي نحطوهم في التلاجة هذيك البرودة هذيك متخليش السكر يدوب اما بالنسبة للمركز تاع البرتوقل عدنا مبشور تاع البرتوقل عدنا كدلك واحد لتر من عاصير البرتوقل وبالنسبة للسكر نقصو شوية لانه تشينا ما هيش قارصة بزيف كيما القارص دونك بالنسبة للمركز تاع البرتوقل نديرو 850 جرام من السكر ان شاء الله راكوا فهمتوني بعد ما نخلوهم لليلة كاملة وكيما قوت لكم مره على مره نحركوهم حتى يدوب هذيك السكر نصفيوهم هنا انا راني نصفي في هذيك المركز تاع الليمون راني نصفي نحاول نقطر مليح مليح هذيك الوزاست في هذيك صفايا ونتخلصوا مليح من هذيك السوائل و هذيك الوزاست نحتفظو به في علبة بلاستيكية ولكن كنحطوه داخل العلبة ما نضغطوش عليه يعني ما نركزوش عليه مليح مليح باش لما نحبو نستعمله في الحالويات يجينا ساهل الاستعمال يعني نحطوه غير هكذا بالمغرفة بلا ما نعبزو عليه ونحطوه في الكونجيلاتور كنحبو نستعمله اي حلوة ولا كيكات ولا اي حاجة نستعمله هذي هذي المبجور هذيك و بعد انا فرقتو هكذا في ديقوبلي هكذا ان بلاستيك وكل ويعا نحاول نغطي هكذا بالفيلم الغذائي باش لما ندخلوهم للكونجيلاتور ما مش رايحين يمتصلنا الروائح نعمل نفس الشي بالنسبة للمركز تا البرتقال واللي ما عنداش هدوك ديقوبلي تديرهم هكذا في اكياس بلاستيكية يعني هدا يعني يجي ما شاء الله يجي هايل اه يدك انا ربيعطنا الصحة وطول العمر في شهر رمضان الكريم الانسان يعني يتفادك كامل هذوك المشروبات الغازية والعصائر الاصطيناعية نديروا حاجة هكذا في الدار اه و ودد كذلك كما راك تشوفوا هنا بعض الشرائح واللي تخونشت على القارس كذلك هدو ما قطعتهم هكذا الشرائح ونحطهم في كيسة يعني خاص بالتجميد ونحطهم في الكنجيلاتور هدو ما نحتاجهم يمكن نحبو نديروا اه سيرو ولا حاجة نرمولو انتخنش يعني نحتاجهم في الوصفات ولا نزينو بهم اه اي مشروب اللي نديروه يعني نقدو نرمولو انتخنش هكذاك نزينو به يمكن الاطباق ولا ونحطوه هكذا في الكنجيلاتور وهنا كنت كذلك اه هنا يعني كين حبات من القارس كيما را كنت شوفوا حصرتهم هكذاك مباشرة بلا من نحيلهم الوزاست هادو ما تاني نخبيهم هكذا في المجميد نهار نحب ندير كاش موسكوتش ولا حاجة نسكرفجهم مباشرة وهذا تاني يجي بزف بنين هاد الوزاست يعني ستقوني يجي كأنه اه درتيه قارس يعني طازج ماهوش كونجولي وبالنسبة هنا عندي حبات على القارس كبار يعني شاهوا ما شاء الله عجبوني بزاف هادو تاني نضفتهم مليح مليح ودقلهم قطرات على الخلف الماء هاداك اللي خصلتهم مليح ننشفهم جيدا ونبعد كل حبات على القارس هكذا ندورها ولا نغلفها مليح مليح فلوبا في اليمينيوم واحد زوج مرات ونحطوهم هكذا في التلاجة يعني هادا الطريقة هادي تخلي القارس دينا يشدنا لمدة طويلة واحد تلت شهور ربع شهور يبقى هاكذا محافظ على يعني على القوام ادياله وما يخسرش فقط نحاولون خيرو حبات على قارس يكونوا شابين يكونوا جديد يكونوا مشي متوشين هاكذا باش يشدونا هنا يعني لازم تردوا بالكم مليح مليح بالنسبة لهذاك اللي كنت انا نعصر فيه في العصارة يعني حي خرجنا هاديك الابيل بتاع القارس هاديك تاني ما نرميواش نحطوه نزيدو الماء ونزيلو شوية على السكر ونشربوه كعاصر كاكي نحضرو هاد المركز هادا مانا رايح نرموه ووالو باذن الله وهكذا في شهر رمضان الكريم ولا حتى في هاد الايام هادية نحاولو يعني نشربو هاكذا اشياء تكون منزلية خالية من اي مواد محافظة ولا مواد حافظة اه دونك احنا مالق غيرانا في كما يقولو في ضروف صعبة جدا ولكن نحاولو دايما نعيش وحياتنا اه يعني عادي يعني ما ندخلوش في ذاك الضغط تعلو اسواس وتعلو استخاس وتعلو فيروس هاداك لانو هاد الاشياء كامل رايحة تهبطنا من من التقويات على الجهاز المناعي اديانا نعيش وحياتنا عادي جدا ومن بين الاشياء كذلك لاني نحاول ندوم عليها في الاسرة ديالي اني كل العشية في الليل بعد وجبة العاشة ندير لهم هاكذا اه انتزان اي تيزانة يعني كل مرا نبدل لهم كما راكو تشوفو هو مدلت لهم يعني تيزانة خاصة بهم ونادلت لاتيزان ديالي في الكاس ديالي واحدو تعلو الكولون منها يعني نشربو حاجة سخونة ومنها كذلك نهدؤوا من الجهاز الهضمي ديالنا يعني نحاولوا وقد ما نقدرون نكترون من هاد السوائل الساخنة لانها مفيدة جدا تحتشعار خليك في بيتك بيتك هو حياتك كان هذا هو الفيديو تعلنها اليوم دمتم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم